هلو مي لافلي ستودانس هاواريو تادي اهلا بيكم في اول ساشن لينا في برايماري فايف كناكت يونيت ثري لسن وان هنبدأ النهاردة هاو دو اي لوك الاول لسن عندنا في يونيت ثري تي شيرتز تي شيرتز تي شيرتز تي شيرتز ناخد بالنا احنا بنقول عليه بالعربي شورتز لكن هوا بالانجليش عشان هو لي تو سايتز شورتز ودي حاجة مهم ايه في الكلوز نعرفها ان في الكلوز features مثل شورتز، 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 شوز وكما بعد في حاجات كده لازم نقولها بصيغة البلورال لان هي تتعامل معاملة البلورال اي الجامع سانجلاسز سانجلاسز التي اتخذها عندما يكون سن النظارة اللي بلبسها لما بيكون في شمس قوية ومضيقاني في المكان سكارف طبعا هنا اي هاف بوت تيو مني سكارف سكارف واحد سينجلر البلورال افت سكارف 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 انها الشوز اللي انا ايوزة الان في وسط غرقها سكارر المحاولات تسمعوني يس برضو البيجاماز the same زي السنيكرز وزي الساكس وزي الشوز وزي الشورتز ليها قطعتين مايتجزاوش عن بعض فدايما بنعملها معاملة البلورو بيجاماز are pink colored. بيجاماز she is wearing her pyjamas. ماقولش بيجاماز? no i have to say pyjamas. sweater. and now we are starting to gather extra vocabularies. عندنا كلمات اضافية هنتعلمها مع بعض بجانب الwords اللي احنا تعرفنا عليهم والvocabularies اللي احنا تكلمنا عنهم related to our clothes. we got what? uniform. 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 الونيفورم ده الحاجة اللي احنا بنلبسها اللي بتكون زي موحد like the school uniform, football uniform. عندنا شيء وزي موحد كلنا بنلبسه زي بعض. lovely. 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 okay. lovely it's an adjective. part of speech بتاعتها ان انا بوصفها ان دي adjective او وصفة للكلمة دينا هي صفة. for i can't say he is a lovely boy. she is a lovely girl. لحد محبوب حد لطيف. حد فرب لناس كتيرة. okay like for example صلاحي is a lovely football player. sunny. sunny. sunny يعني مش مس يعني full of sun. full of sun. trip. 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 trip اللي هي short trip. رحلة قصيرة. خدنا قبل كده في احدى الدروس. journey. journey اللي هي رحلة طويلة. فده الفرق بين trip وبين journey. okay. traditional. 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 traditional شيء تقليدي او تقليد احنا تعودنا نعمله زي الاحتفالات وزي الـ events معينة بنقوم بيها بشكل تقليدي ودائم. modern. 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 okay على فكرة they are two opposite words. هما دول كلمتين عكس بعض. يبقى traditional عكس modern. وmodern عكس traditional. فهما they are two opposite words. great. pearl. 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 الpearl ده هو اللقلو. اللقلو اللي بيتاخد من ايه؟ من المحار. المحار. اللي هي اسمها ايه؟ المحارة دي. oyster. oyster. okay. great. man made. man made. man made. man made. زي كده hand made. okay. we take it from this part. زي hand made. الحاجات المصنوعة يدويا. فبردو الحاجات اللي صنعت بيدينا احنا بتتسمى man made. من صنع الانسان يعني. الفيوم. okay. طبعا. of course. الفيوم دي غنية عن التعريف. it's a city in Egypt. طبعا. ومدينة جميلة جدا جدا جدا. انصح كل حبيب الحلوين بزيارتها. gold. 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 okay. we have also other metals. اللي هو ايه؟ silver. 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 اللي هو الفضة يبقى ذهب وفضة. pool. pool. like the pool that we swim in. اللي هو السويمين. pool. of course. exciting. 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 the movie i have watched was so exciting. الفيلم اللي هنفرجت عليه كان مشوق رائع جدا. خلينا نتعلم النهاردة رول عن exciting. excited هنتكلم عنه في وقته النهاردة. shopping mall. shopping mall. shopping mall. okay. مراكز التسوق كتيرة دلوقتي. وزي مولز كتيرة قوي عندنا وكلنا بنحب نروح لها. comfortable. 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 yes. لنا دايما هدوم بنستريح فيها. or clothes. we like to put them on or we wear them. because they are very comfortable لنا. في حاجات كتيرة بتريحنا في الاعدة فابنقول عليها ايه. مثلا comfortable t-shirt. i like this t-shirt because it's comfortable to me. بحب التيشرت ديشا بتريحني. and so on. i like these sneakers because they are. they are sneakers. they are طبعا footwear. السنيكرز اللي هي زي الجزم كده الرياضي اللي حبنلعب بها وبنلبسها. they are comfortable to me. ولازم نعملها ومعاملة البلورال. معاملة الجن. natural. 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 حاجة طبيعية. اوكي. stripes. 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 زي مين. ايه اللي خطوط كده وليه stripes. فيه انيمال مشهور جدا في الزو. all my friends love it. عشان هو شكل يونيك و different عن other animals. مختلف عن باقية الانيمال. زي اللي هو مين. zebra. زي برا. زي برا. زي برا. زي برا has stripes. يس عنده خطوط مخطط. يس of course. excited. 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 the boy was excited to go to the park. اوكي. وهنشوف بردو تاني الرول اللي قلت عليه في excited و exciting. holiday. 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 there is a rule we have here in our lesson i have to explain it to you in order to understand every single part by heart. طيب عندنا هنا رول عن ايه. عن المستقبل البسيط اللي احنا هناخده فتر سنة النهاردة. و اللي انا حابة انتو تتعلموه كويس قوي وياشرح لكم الرول separate away from the lesson. عشان تبقى we have covered all the parts. what do we have here? اولا نبقى عارفين مع بعض ان well contraction بتاعها او short form بعمله بالشكل ده apostrophe و L و N. وناخد بالنا من كلمة apostrophe. احنا مع الكلام الدارج والكلام العام بقنا نقول عليها apostrophe. وهي actually it's not correct. هي في الواقع اسمها apostrophe عشان في ولد كده كان عصول قوي. قاعد يقول لي يا مسمي مش هي اسمها apostrophe. ياس اوكي. فطبعا انا بحب علموا ادي النوط الصح مع الوقت. يعني حصل ايه لخبطة ومط في الكلام فهي actually it's apostrophe. فعشان انا I want all my students to learn properly اوكي. فبنعمل تاني. short form or contraction لwell apostrophe L L. طيب دايما بعد ال future دايما بعد well بيجي infinitive all the time ملهاش تالت. اوكي طب well not the same بتبقى لها بردو contraction. عندنا دايما ال apostrophe او ال apostrophe بتبقى قوية قوي. دايما مستقصدة كده ايه مستقصدة الى حد كبير دايما الفاولز. طيب هنا هي مستقصدة الفاولز لأ هي هنا رحت مطيرولي. ال I وال L وال L واخدت ال W وال O وال N وال T. يعني for example هي اخدت بالظبط كده تبقى want. تبقى want بالشكل ده. يعني مفيش I ومفيش L ومفيش L. طب وعملت ايه هي ده اخدت ال W وال O وال N و apostrophe T غيرتها بالشكل ده. فاحنا نحاول نحفظها. اوكي يبقى well not هيبقى short form contraction بتاعها want. ودايما في reading بتاعنا مش بنقولها بقى well not but no. بنقولها want to be clear. عشان تبقى النطق بتاعنا زي ما بالزبط بنكتب. great. it will be very sunny. it will be very sunny. الجو هيبقى سيكون مشمس جدا. well I need a code. هل انا في احتياج لcode. اوكي this is a question. I have to end my question with question mark. فلو انا قلت no. نو. اوكي لازم اكتب ال N capital of course ويبقى بعديها القامة. you will not. اوكي you will not لو انا هكتبها بالشكل ده. well not. طب انا ما جانطقها. انا هعملها بالcontraction هقولها ايه. no no you want. no you want. طب yes. will I need a code. yes you will. yes you will. of course it will be like this. the y will be capital. e with s. you will. yes you will. great. عندنا هنا some regular verbs. as we used to have in our lessons. دائما احنا متعودين على regular verbs و irregular verbs موجودة معينا في كل درس. عندنا افعال منتظمة وافعال غير منتظمة في كل درس. بلازم احاول استعرضها ليكو. لازم نفهمها ونتعلمها وننطقها. كمان مع بعض بشكل جيد. يعني for example. packed. wait. waited. walk. walk. remember. remembered. visited. number. numbered. okay. طيب. نروح للirregular verbs. know. new. where. war. draw. drew. go. went. come. came. find out. found out. give. gave. take. took. there. هنا اجتماعي اجتماعي جميعي اجتماعي عنها. ان القطن ينمو ويكبر في دلتا نهر النيل. ومثل من الناس يعتقد ان القطن هو أفضل القطن في العالم وعلى الإطلاق. نساعد ما تحصل على كي انقر في الغتنة اليوم، تحصل على الغتنة اليوم. الاتجتف عندنا في نوع منها بينتهي بانجي. وفي بينتهي بانجي بانجي. بس تخديمها عشان أوصف بيها أشياء يعني إيه برضو طيب والأخرها اللي ending الناس اللي عندها يعني ما ينفعش أقول خالص اللي حلا كانت شيقة جميلة رائعة مثيرة جدا يعني انبسطنا فيها ليه عشان التريب دي 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 تاخد it great type when I talk about people yes I'm excited to see Faris and Deena I'm excited to see Faris and Deena هنا بوصف Faris و Deena وما طبعا they are people persons they are having mind great awesome okay let's start our lesson together زي ما تعودنا كل مرة بنشرح الكلمات نفهمها نستوعبها نعرف الverbs بتاعتنا regular والirregular نتعلم الرول عن grammar rule or أي رول اللي علاقة بالadjectives or anything else وبعدين ندخل على الدرس بتاعنا نفهمه ونستوعبه مع بعض lesson 1 unit 3 connect primary 5 our trip to الفيوم mom and asher both mom and asher are going to الفيوم فلتس كده together read the lesson mom واسر بيتكلموا مع بعض واسر ومام بتقول لأسر احنا محتاجين ان احنا to pack our suitcases محتاجين بقى ايه نعمل packing يعني نلم حاجتنا ونلم شنطتنا ونشوف هنحط ايه في السوت كيسز بتاعتنا للشنط الخاصة بينا علشان رحلتنا اللي هنروحها بكرة واسر مبسوط جدا قال ايه it's so exciting ناخد بالنا من exciting هنا هو هنا بيتكلم على trip اللي هما رايحينها بيتكلم على trip short trip اللي هما رايحينها exciting ما عندهاش عقل فوصفها بانها exciting عشان بعد شوية هتيجي كلمة excited وهنفتكر سوا بتوصف مين بتوصف الاشخاص يس وهو مش قادر يستنى البكرة ده هو نفسه جدا يشوف انكل حاتم عمه وطنت ملك اوكي خالته ملك يعني and of course او عمته على فكرة يعني انكل بتيجي لعم او خال وانت بتيجي لعمه او خاله اوكي وفكورش طبعا عايز يشوف فارس ودينا اللي هما الكازن زبتوا ولد عمو او querامو او اللد خالو I know I'm excited to see them too We haven't seen them for ages but come on we need to pack اوكي I need to pack my green t-shirt and my swimming shorts because they have a lovely pool don't they great اوكي ماما بتقولو انا كمين I'm so excited excited بتتكلم عن نفسها اهي وصفتها الادجكتف هنا اللي مام بتوصف بها نفسها اخرها اي دي ما قالتش اكسايتنج نو قالت اكسايتد عشان دما بوصف الشخص بيوصف نفسه او بيوصف شخص تاني بيزود الادجكتف اي دي هي كان مبسوطة جدا ومتشوكة جدا ان هي هتشوفهم لانهما بقالهم كتير ما شافوهمش هو كمان قال انا محتاج ان انا احط بقى الحاجات بتاعتي التي شرت بتاعتي الجرين والشورت بتاعي اللي انا هعوم بي علشان هما عندهم سوامنج بوصف نعم ومتشوكة جدا انها ستكون جدا حسنا احتاج كوت ومتشوكة اوكي ماما بتقوله كمان خليك فاكر نضارة الشمس عشان هي هتبقى حرق قوي ومشمسة جدا هناك فاسر بدأ يسأل مام اوكي هل انا هحتاج كوت او معطف هل هحتاج سكورف يا ماما هل هحتاج كفية فطبعا اسر جميل وبيسمع كلام مامتو زي كل اولاد زي حلوين اللي بيسمعوا كلام ماما فقال بالفعل حاضر انا مش هجيب الكوت ولا حجة ولا هجيب السكورف لكن ماما قالت ان انت مفروض تاخد معاك بس كده سواتر علشان زي بلوفر كده خفيف علشان هتبقى ساقع شوية بالليل كل يوم بالليل يعني in the evenings والاسر هنا معناها every evening يعني كل مساء فطبعا اسر عشان زي ما اتفقنا هو ولاد جبير بيسمع الكلام زيكو قال فعلا انا هحط السواتر البلو بتاعي وده عشان انا بحبه it's my favorite او that's my favorite ده المفضل بالنسبالي مام بتكمل you will need your snickers but we will be walking around a lot and you need to wear something comfortable on your feet what about my best galabaya when i need the one that grandma gave me اوكي فمام هنا اجان بتقول ان انت محتاج يبقى عندك ايه الجزمة الرياضية بتاعتك علشان احنا هنمشي لفترات طويلة وليه محتاجين ان رجليك تكون مستريحة وكمفتبل فيها فابتدأ اسر يسأل عنده جلبية جميلة جدا من جيبهال وجدته no you want but i will take my gold necklace hmmmm ok what else do i need oh i know my pajamas i will take the ones with the stripes they are really cool ok فمام هنا ردت عليه قالت له لا انت مش محتاج انك انت تاخد الجلبية معاك انا بس هيخد العقد الذهب بتاعي فطبعا هو بدأ يسأل كمان ايه كمان انا محتاجه بعد كده فتقر بقى ان هو هيقدر يجيب البجاماز بتاعته واتفقنا انها اخرها اس with the stripes المألم عشان هو بيحبها جد okay let's move on we're going to answer this page together as an exercise on lesson one unit three connect primary five sunglasses suitcases exciting excited pack i have prepared to you this question especially عشان نعمل direct application عرا ال rule of adjective in the end of it ing or ed how i'm going to use it mom واسر they are talking together mom is saying آسر we need to pack our for our holiday tomorrow يا آسر احنا محتاجين نوضى بشنطة نوضى بإيه بقى علشان الاجازة بتاعتنا بتاعت بكرة شفتو كنتها جاوب yes ها هنوضى بإيه يا ترسان جلاسيز لا واكيد مش لتو adjectives دول we pack it's a verb what's left with me yes suitcases i'm going to write here one يبقى الانسر هنا هيدي number one i'm going to write it here يبقى هيدي number one لنا i'm going to write it down here suitcases great اسر is saying woo it's so exciting exciting how about exciting here he's talking about the trip i can't wait to go to الفيوم to see uncle حتم and aunt Malak and of course Ferris and Dina great mom i know i'm to see them too mom بتتكلم على نفسها يلا ها خدناها في الدرس تعالوا نفتكرها mom بتتكلم على نفسها mom person هتقول ايه i'm so exciting ولا i'm so excited bravo سمع حد بيقول لي اسمعي excited ended with ed علشان هي person هي شخص اما بيتكلم على نفسه الشخص او بيوصف شخص تاني بيستخدم الادجكتف اللي ended with ed هنا i'm going to write two yes of course i'm going to write here number two yes great we haven't seen them for ages but come on we need to ايه we need to ايه we need to do what يلا يترى we need to sunglasses لا اكيد يعني we need to exciting مجيش we need to ايه to pack في هنا اكشن في هنا حاجة لازم بتحصل we need to pack our suitcases زي ما اتفقنا اهو we need to pack our وقت هنا في missing part suit cases يبقى هير i'm going to write down number three yes three yes it's going to be the answer answer is saying okay i need to pack my green t-shirt and my swimming shorts because they have a lovely pool don't they mom is answering yes and remember your it will be very sunny ترى ايه هو الحج اللي كان اسر مفوض ياخدها معاه وموم قالت له ان هو very sunny what's left here hmm exciting or sunglasses of course my lovely students هيقولوا طبعاً sunglasses it's going to be number four with us here bravo عليكم ممتازين read the dialogue again and answer the questions who is اسر going to visit يا ترى اسر رايح يزور مين يا ولاد اسر is going دي هنجابها أورا مع بعض اسر is going to visit مين الفيوم انكل حاتم جبناها من الدرس and انت ملك is اسر going somewhere hot or cold how do you know yes اسر is going of course to a hot place وعرفنا منين how did we know that because mom mentioned it's going to be sunny there it's sunny and take your sunglasses with you خد معاكل sunglasses number three why does اسر need a sweater okay اسر needs a sweater خلي بالكو ان انا دايما في اجاباتي اسر needs ليه علشان سألني بضز why does اسر need a sweater اسر اسر needs اسر needs ليه علشان السؤال عندي هنا في ضز okay اسر needs a sweater because in the evenings it's always cold or he in every evening it's cool there فطبعا he packs his striped pajamas striped pajamas great okay this is our homework وهسيبلكو الهومورك ده ان شاء الله this is going to be a homework وان شاء الله i'm going to answer it في السيشان الجاية في اول السيشان الجاية او كمان هعمل لوكو رابط مخصوص للتليجرام هنحل في الواجبات يعني هيبقى في رابط تاني للواجبات اللي معانا هنحلها مع بعض في رابط التليجرام هسيبهولكو تحت في الخاص صندوق الوصف تحت علشان تدخلوا عليه ونحل مع بعض اللي بقى عسبالكو في الحل بتاع الواجبات علشان اللي مش هيقدر مسلا يشوف الفيديو يقدر يتابعنا من خلال التليجرام ونخش معانا في حل الهوموركس او لما اعمل الفيديو بتاع حل الهوموركس هبعتهلكو ان شاء الله البورت الخاص بحل الهوموركس على التليجرام فنقدر نتابع ويبقى متابعة بيننا اكتر والتواصل بيننا اكتر اوكي thank you so much my lovely students واتمنى انتو تكونوا فهمتوا النهاردة واستوعبتوا قوي اول درس لينا في يونت ثري منهج كناكت لبرايماري فايف وان شاء الله مستنية الانسرز ويستنوني في الدرس التاني بإذن الله thank you good bye bye